استعن بالصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر بالصبر فقط لا الصبر ينتهي الصبر ينفذ استعينوا بالصبر والصلاة بالصبر والصلاة ما النتيجة؟ استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إذا جمعت الصبر والصلاة تأتيك معية الواحد الأحد إذا كان الله معك ما يُقضى الدين إذا كان الله معك ما يُفرَّج الهم إذا كان الله معك ما يذهب المرض بلى كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر أمر بالصلاة فزع إلى الصلاة انطلق إلى الصلاة أنا وأنت إذا أتتنا الهموم ماذا نفعل؟ نتصل لكن نتصل بمن؟ نذهب إلى قائمة الأسماء أنا وأنت نتصل بالبشر نتصل بفلان من الناس وفلان من الناس لا أرجوك إذا استعنت بالصلاة في أي أمر أخرج ما في قلبك لله بعبارتك البسيطة بلغتك بلهجتك تكلم مع الله البعض يقول ما أحفظ شيء من الأدعية لا تتكلف الله يريد صدق المشاعر التي في داخلك مريض قل يا ربنا مريض مهموم قل يا ربنا مهموم حاجتك في الدائرة الفلانية قل يا رب حاجتي في الدائرة الفلانية التفاصيل التي تقولها للناس قلها لرب العزة والجلال أنت عندما تخرج ما في قلبك لأحد من الناس تشعر بنوع من الراحة عندما تخرجه لصديق أو لحبيب أخرجته للبشر فأحسست بشيء من الراحة كيف إذا أخرجت ما في قلبك لرب البشر أحدهم قبل أيام وجدته في أحد المستشفيات وإذا به يذهب يمنة ويسرى وإذا به قد علاه الهم والحزن ما لك يا رجل ماذا بك؟ قال كنت أجلس في هذا المكان وكان لدي مبلغ من المال في محفظة لي وإثباتاتي وأموالي وأنا مسافر وا 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 قلت هناك حل قال ما الحل قلت استعم بالصلاة قال أصلي الآن قلت نعم تصلي الآن أتت مسألة يقول ماذا أقول ماذا أقول للواحد الأحد أنت تشتكي لي أما تشتكي لله تتكلم معي ما تعرف تتكلم مع الله الكلام الذي قلته لي قله لله بعبارتك البسيطة التفاصيل التي قلتها لي قلها للواحد الأحد ذهب الرجل بعد ساعات وأنا خارج من المستشفى وإذا به يقبل علي يا شيخ يا شيخ والله لقد وجدت محفظتي هل صليت نعم صليت ماذا قلت قال ما قلته لك قلته لله الله يريد صدق المشاعر التي في داخلك يريد حقيقة الهموم التي تخرجها للبصر وأن تساجد أرجوك لا ترفع رأسك حتى تخرج كل ما في هذا القلب لله كما تخرجه لحبيبك أخرجه للواحد الأحد بعبارتك البسيطة بتفاصيله الدقيقة وانظر النتائج إذا ثانيا الاستعانة بالصلاة إذا قال لك المدير لا يوجد حل اذهب إلى مصلاك إذا قال الطبيب لا يوجد علاج اذهب إلى مصلاك إلى محرابك إذا أغلقوا عليك الأبواب افرش سجادتك في أي مكان في أي مكان افرش سجادتك واتجه إلى الواحد الأحد ترجمة نانسي قنقر